نذهب إلى المواجهة الأخرى والفرصة التاريخية التي نتحدث عنها المواجهة كانت لما بين عمان أفسي وكذلك مغير السرحان استطاع عمان أفسي من تحقيق مفاجأة أحد فرق أندية الدرجة الأولى للوصول إلى دور الأربعة بعد فوزه على مغير السرحان بهدفين لهدف وشريف النوايشة المهاجم الأسبق لناتي ذات راس الذي عرفناه من خلال ذات راس سجل هدفي عمان أفسي شريف النوايش عادة للواجهة من جديد شوف أنا بجزء احترت المباراة في الملعب فريق كان جيد جداً احترم فريق المغير يهاب معالي دارس نقاط القوة والضعف زائد خليني أحكي علامة السباب المدرب خالد الدبوب المدير الفني الذي يحترمه وحقق إنجازات خلال الدوري مع فريقه مغير السرحان وسجل لدارة نادي السرحان إنه يعني استمرت معاه رغب أنه تعرض إلى هزات في المرحلة الأخيرة ثلاث عناصر مهمة كانت غايبة عن الفريق في الشرط الأول ماركوس حسام الزيود وأحمد إشتيفات نعم طبعاً دفع فيهم الشرط الثاني لكن المجموعة الموجودة في عمان أفسي أيضاً مجموعة مالك اليسير يلاعب خبرة ممتاز مهند العزة النوايشي بعدين إذا عدنا لهدفين اللي سجلوهم فريق عمان أفسيه أهداف يعني صراحة جميلة جداً أبو طاها أبو طاها قراءة عرضية نعم يعني وضع النوايشي مشان يسجل فإحنا بنحق ومهند العزة في الهدف الثاني اليوم بنحكي على أنه الفريق المجد لازم نقوله الله أعطيه العافية للعلم فريق عمان أفسيه تسع نقاط في دور الدرجة الأولى نعم لكن هو لما وصلته فرصة أنه يسجل للإنجاز ويكون موجود في دور الأربعة وأمام فريق مغير السرحاني اللي بأعتقد كان أيضاً همه مباريات الدوري يعني أنك ما تلعب بالتشكيل الأساسية وتعتمد على اللاعبين البدلاء يمكن أن تركيز أكبر كان على بطولة الدوري ولكن أنت بطولة الدوري بطولي وبطولة الكاس بطولي والإنجاز في الدوري والإنجاز في الكاس يجب دائماً أنه هناك يكون تنسيق وتعاون بحيث أنه أنت تمشي في البطولتين بمسار واحد الفرصة التاريخية للفريقين شباب العقبة عمان أفسي في التواجد في المشهد الختامي فرصة جميلة للفريقين لإثبات ذات مباراة منتظرة مثيرة ما بين الفريقين طبعاً نحن تأودنا دائماً الكاس أنه يشوف مثلاً وحدات فيصل وحدات رمثة الصلط في الموصل الماضي أمام الفيصلة اليوم فرصة كبيرة لفريق العقبة ومغير السرحان وعمان أفسي أنه يكونوا موجودين على الطرف الثاني في المباراة ومرتحيين من مواجهة الفرق الكبيرة فمباراة ستكون قوية جداً والفريقين يملكوا فرصة بالفوز سراحة اللي شفناه من عمان أفسي يعني الشوط الأول خاصة كان فريق مميز وقدم المطلوب منه فريق العقبة أيضاً شفناه لما يعود إلى مستوى الفني اللاعبين الموجودين عنده اللاعبين قادرين على حسب المباراة فإن شاء الله زي ما قلتنا كل هذا بيكون الدورة يعني انتهى سواء دورة المحترفين أو دورة الدرجة الأولى والفرق بتكون مرتاحة لأن بطولة الكاس ترجمة نانسي قنقر